بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله المقطع السادس في سلسل الفيديوهات مقرر الفيزياء 1 وصلنا للموضوع الأخير في شابتة الأول موضوع ضرب المتجهات للي يحب يطلع الكتاب الموجود في صفحة 20 الموضوع بالتفصيل هنا أنا هنضلل علي بعض الجمل بس نبيكم تعرفوا حاجة للكتاب هذا وغيره يعني كتب الفيزياء العامل ما تكلم عن موضوع ضرب المتجهات تقول إنه في غريقتين تعطي الرموز متاحة والقوانين والحالات الخاصة لكن ما تقولش القوانين هذي جاية من وين لأن على الأرجح القوانين هذي تحتاج إلى قدرة بسيطة على تحليل الهندس لأنها بش ما يكونش الموضوع حفظ حنشرحها فيما بعد بس اللي مطالبين بي أنتوا كيفية كتابة القانون وكيفية تطبيقة من جاء القانون هذي مش مطالبين بيها إذن هنا لو نجيه الأول جملة مثلا مهمة يقول لي إنه في عندي طريقتين لضرب الطريقة الأولى يسميها سكيلر برودكت لأنها تنتج عنها قيمة متجهة والطريقة الثانية ينتج عنها كمية متجهة لذلك يسمى الضرب الاتجاهي هنا جاي للنوع الأول يقول لي إن هذا الرمز متاعي يرمزونا بالرمز النقطة لذلك يسمى الدات برودكت وقلنا أيضا يسمى سكيلر برودكت هذه القانون القانون تلاحظونا هنا فيه كوسين فمعضي حالات مخاصة بالكوسين لما تكون الكوسين بين التسعين والسفر وتكون أكثر من تسعين أو تكون تسعين وهنا في الجانب معضي تحليل بسيط لما يكون إسقاط البيع الاشن معناه في الضرب فلنشرحه فيما بعد الطريقة الأولى أيضا عندها قانون إخرى قانونين القانون هذا الثاني غالبا القانون الأول في صفحة لقبلها يستخدم لما يكون المتجهات في حالة قيمة واتجاه وهذا يستخدم لما يكون المتجهات في صورة مركبات هذا مثال طبعا حيسهل علينا واجد حنطر القولة اليوم يفهمنا يعني كيف نستخدمه وبعدها هنا جاي للنوع الثاني اللي هو الفيكتور برودكت الرمز متاعه كروس كروس يعني علمت التقاطع فاسمه الكروس برودكت واسمه الفيكتور برودكت اسمه كروس لأن العالم متاعه تقاطع واسمه فيكتور برودكت لأنه يعطي كمية متجهة فإذن هنا يعطي كمية متجهة القيمة للكمية المتجهة تعطى بهذا القانون أيضا في حالتها للصاين للفاي والاتجاه هنا يقول لي أنه يحدث عن طريق قاعدة اليد اليمنى حتى هذه حنشرحها بطريقة مبسطة هذه قاعدة اليد اليمنى لتحدد لي هالمتجه فوق ولا لوط يمين ولا يصار داخل ولا خارج ومن قاعدة اليد اليمنى استنتج بعض الأشياء اللي هي أنه A كروس B تساوي سالب B كروس A ما يساونش بعضهم في القيمة في القيمة متساويات عفوا ولكن في الاتجاه متضادات أوكي هنا القانون الآخر للطريقة الثانية قلت تلك ما في الطريقة عندها قانوني بطريقة المحدد تلاحظوا هنا في ثلاث مركبات I, J, K يعني مش مركبتين بس حتى هذه حنوضحوها هنا أيضا متكلم عن المتجهات الوحدة اللي هنا I وال J تكلمنا عليهم وهنا زايد فيها K يعني في عندي ثلاث أباد ثري دايمينشن بعدها في مثال أعتقدوا هنا خلاص نهاية الشبتر اللي هو الملخص هذا ملخص الكلام اللي لدينا علي أن عملي ضرب المتجهات في لها طريقتين اللي يعليمين هذه ما تنسوش أنها تعطي كمية متجهة اللي هي طريقة الكروس هذه علامتها كروس واللي علي سار هذه تعطي كمية قياسية وأن كل طريقة عندها قانونين لاحظوا هنا مثلا dot product القانون هذا يستخدم أم تيفضل لما تكون في عندي قيمة واتجاه أيضا القانون هذا يستخدم لما يقول لي أوجد الزاوية بين المتجهين حطوها في ذلك ما دني أنه حيكون فيه مثال عليها حنحلو اليوم إن شاء الله يعني ممكن لو عطاني المتجهين في سورة قيمة واتجاه نستخدم أي قانون عادي بس يفضل لما يكون في سورة قيمة واتجاه يستخدم القانون هذا اللي توانا قد ندير عليه في مستطيل ولما يعطيني في سورة يعني مركبات نستخدم القانون هذا بالنسبة للجهة اللي يعلمين الضرب الاتجاه لاحظوا أن المعادلة هذه تعطي رقم ونحن قلنا الناتج عنها كمية قياسية فلازم نكتب بالاتجاه لما نطلع الرقم نكتب بالاتجاه راهو عمودي عن مستوى الذي يحتوي A و B هتعرفوا شن معنها كيف يعني مستوى عمودي أو B هنرسمها في ثري ديميشن بشكل مبسط حتى المحدد هنا القانون الآخر اللي هو الطريقة هذه اللي يعلمين المحدد لما نكتب الرقم نكتب بجنب بكيشن هي الكي هو متجه الوحدة العمودي على المتجهين اللي سبق تكلمنا عليهم ال-I وال-J أيضا في ثري ديميشن سنوضحها إذن الآن سنأخذ مثال من الكتاب ونبدأ نوركم كيف تطبقوا في القوانين هذه هذا أول مثال موجود في صفحة 22 يقول لي Find the scalar product A.B للـ Two vectors الموجودت في الشكل والمغنطود متاع كل متجه معطأ اللي هو هذا أربعة وهذا خمسة إذن هذه المتجهات في الرسمة معطيها كقيمة واتجاه ممكن يجي يرسم هنا طريقة يعني يعطيني قيمة الأي هنا فيقول لي إن هذه أربعة وهذه خمسة خلاص إذن الرسمة فيها قيمة وفيها اتجاه حنقصها ونمشي المذكرة ونشوف كيف نحلوه إذن أنا جبت المثال حطيتها في جهة اليسار لأن المطلوب A.B يفضل قلنا أين قانون يفضل قانون هذا بس نقدر نستخدم حتى الآخر إذن في قيمة B في كساين الزاوية فاين كم قيمة A أربعة كم قيمة B خمسة كساين الزاوية لبينهما كم 53 ولا 130 لا الزاوية لبينهما يعني هي عبارة عن 130 ناقص 53 يعني 130 ولا 53 هذه مش فيزياء يعني هذا من خلال الملاحظة عن الرسم راحضوا هنا هو المتجه الأول الرسم بالطريقة هذه هذا المتجه A هنا 53 هذا المتجه A لو رسمتنا المتجه B مثلا بنون آخر هذا المتجه B قاعد في الربع الثاني معطيني الزاوية هذه كلها وهي 130 هذا المتجه من متجه B أنا نبي زاوية بين المتجه بين المتجه بين المتجه الزاوية هذه لحظة هذه الزاوية بين المتجه واضح من خلال الشكل أنها ستكون اللي باللون الأزرق هذه كلها ناقص الزاوية اللي باللون الأصفر هذه كلها ناقص هذا هي لو رسم لنا المتجه مثلا بالطريقة هذه لو رسم لي مثلا A هنا هذا A وقال لي هذه 53 درجة 53 درجة مع X هنا ورسم لي B مثلا في الربع الثاني بس معطي الزاوية هذ هي الزاوية معطي هذه مثلا 30 درجة فكيف نرسم الزاوية بين المتجه كيف نوجد ها هنقول 180 كلها نقص منها 53 وال 30 يبدأ هذه مش فيزية هذه على حسب الملاحظة يكفي انك متلاحظوا الزاوية بين المتجه فتقدروا تحسبوها هذا الناتش هيعطيني 4 ونص لاحظوا انه عطاني شنو عطاني رقم به هل نستخدم كيف تستخدمه لنفس السبب هنا الكتاب مطبق القانون الثاني كيف نستخدمه لاحظوا القانون يقول ان A dot B يساوي مركبة الأفقية متاع A في المركبة الأفقية متاع B زايد المركبة متاع A لل Y مركبة A في اتجاه B في اتجاه Y وايضا في الزد بس هنا المتجهين لاحظوا في مستوى في X Y مفيش زد هنا فحتى لو كاتبها هنا الكتاب حاط مكان هن هذين أصفار لاحظوا هنا أصفار حاط مكان هن فإذا أنا نجيب المركبات لنطبق القانون الثاني هذا عليش قلت لكم لما يعطيني قيمة واتجاه نطبق القانون الأول يكون أفضل بس هنا بنعرف كيف نطبقوه لكن المتجه B الآن المتجه B لو نزلنا هنا أسقطنا العمود هنا هذه B X لاحظوا أن 130 مع المعنين الزاوية كلها ليس الزاوية الأساسية B X لا ستبقى 130 مجاور أو مقابل في الحال هذه نخذها قاعدة سنقول B في cosine D X تأخذ cosine و B Y المسافة هذه كلها وهي نفسها هنا هذه B Y ستساوي B في 130 لأن الزاوية الكلية لو ما أعطاني الزاوية هذه أو ما أعطيني الزاوية هي الزاوية الأساسية أنا سنضع الزاوية دائما موجبة ليس طريقة الكتاب طريقة الكتاب مرة تستخدم في الزاوية سهل مدى وخش أرواح كم طريقة الكتاب هنا لو عطاني الزاوية هذه سنجيب أنا B X ونقول أيضا cosine لكن أنا نحط الإشارات سالبة والنموجبة حسب الأربعة لكن لما تعطيني الزاوية الكلية دائما X تأخذ cosine والY تأخذ sine دائما والإشارة من تطلع تطلع من الآلة نفسها يعني لأن cosine 130 سالبة فهذه ستكون مثلا خمسة في cosine 130 فتعطيني هنا القيمة سالبة وهي القيمة هذه سالبة 3 point 214 بالآلة عادي جدا والBY أيضا نحسبها بالآلة فالإشارة تطلع ضمنيا من غير ما نرى الأربعة لأن لدي الزاوية الكلية ليس الزاوية الأساسية بعد عادي نبدأ نطبق عادي جدا لاحظوا هذين هن المركبات لما وجدناهم بالطريقة التي نحن سبق وتكلمنا عليهم نحط بس AX اللي هي 2 point 407 ونحط هنا BX نحط Y مع X كل مركبة في نسبها يعني نظرها هنا BX اللي هي عبارة عن سال بالإشارة لبعا تداتا point 214 ونفس الشي هنا AY اللي هي تداتا point 195 هي هذي والبي اللي هي تداتا point 830 وهذين أصفر فنحسب ها مفروض تطلعني نفسها اللي هي 4.5 نفس القيمة المثال اللي يليها مباشرة قال لي إيش أوجد الزاوية بين المتجهين ونقلت لكم أمنا يقول لي أوجد الزاوية بين المتجهين حتى لو مش طالب الضرب ضروري معناها كأن قال لي أوجد A.B قلنا نستخدم القانون اللي فيه A.B يبدأ أول حاجة نوجد A.B وبعدين نوجد الزاوية هنمشي المذكرة ونحلها إذا نقال لي أوجد الزاوية ونبدل قلت لكم محطله في بالكم لما يقول لي أوجد الزاوية نستخدم القانون هذا أوكي هنكتب وأول حاجة نديرها نوجد A.B والآن مش طالب A.B لكن نوجدها كيف نوجدها المركبات الأفقية الـ X مع بعضهم ضرب ومركبات الـ Y نضربهم في بعضهم ومركبات الزد نضربهم في بعضهم ونحل هذه معطات هنا ثلاثة هذه 2 في سلب 4 وهذه 3 في 2 وهذه 1 في سلب 1 أنا قاد نقرأ في المتجهات فهذه ناقص 8 هذه 6 وهذه ناقص 1 فتعطيني ناقص 3 يبدأ جبنا A.B وبعدين نكتب القانون اللي هو A.B نكتب القانون اللي فيه الكسايل يعني المطلوب هو الزاوية فأرجو كم تكتبوا الملاحظات هذه يعني الخطوات كيف نديرها مش حفظ هي بس نبك نتعود عليها A.B عندي هي سلب 3 بين قيمة A وقيمة B نوجدهم كيف نوجدهم قيمة A تساوي الجذر التربيعي A X تربيع Z A Y تربيع Z Z تربيع كل تربيع نوجدها هذه حط 2 جذر يعني نستخدم هذه 2 تربيع زي 3 تربيع زي 1 تربيع وأيضا B قيمة B ممكن نكتبها بلا سهم أو نكتبها بين خطين زي ما اتفقنا اللي هي BX الكل تربيع وBY الكل تربيع وBZ الكل تربيع ويعني سلب 4 الكل تربيع و2 الكل تربيع و1 سلب 1 الكل تربيع ونحسب بالقيمة امتاحة بالآلة هذه تعطيني جذر 14 وهذه جذر 21 فإذا نستخدم جذر 14 جذر 21 في كوسين زاوية phi لاحظوا أنه لدي مجهول 1 كوسين فإذا كوسين phi بالقسمة على الأعداد المجهول تصبح سلب 3 مقسومة على جذر 14 في جذر 21 وتعطيني القيمة نحسب ها بالآلة إذن بالآلة طلع للرقم هذا نضير shift cos لأن هذه cos phi وانا نبلي phi shift cos تعطيني 100 درجة تقريبا المثال الثالث يتكلم عليه الضرب الاتجاه فيقول لي فهنا قال لي فيكتور A عند المغنيتود 6 وفي اتجاه المحور X تمام والمتجاه B يبدأ هذا المتجاه A في اتجاه المحور X يعني يعني أفقي والمتجاه B مغنيتود متاع 4 وفي XY يعني في واحد من 4 ما تخافوش منها العبارة حتتعود عليها ويصنع زاوية 30 كما في الشكل فقال لي أوجد الرسمة هو كما في الرسم الرسمة هذه ما تدوخوش بلوحكم بي أنا لاحظت معظة طلبة يشوفوا في الإجابة متاع الأكتاب ويدوخوا أنا سنأخذ السؤال ونمشي المذكرة ونرسم الرسمة ونجد الحل إذن هذا السؤال سنبدأ نرسم معنا يقول المتجاه A أفقي قال لي في الاتجاه X والمتجاه B وين قال لي في المستوى XY يعني في 1 من 4 فهو قال لي زاوية 30 معناه في الربع الأول لأنه معروف الربع الأول بين 0 وال 90 هذا المتجاه B وقال لي أوجد A CROSS B فأنا سنقول A CROSS B تساوي المتجاه C لنظر أنه الناتج عملية الناتج كمية متجاه حيث سنقول لها حيث قيمة C تساوي قيمة A في قيمة B في الساين الزاوية بينهما فقيمة A هي 6 وقيمة B 4 وساين الزاوية بينهما 30 واضح الزاوية بينهما 30 فهذه ستقعد فيها 12 لحظوا أن هذه قيمة لازم نقول لا اتجاه C عمودي على المستوى الذي يحتوي A وB وهذه سنبينها في الرسمة ثلاثة بعد رسمة بسيطة هكذا نبين فيها كيف يعني عمودي أنا قلت أنه هذا A وهذا B أو هذه الشاشة التي تفرج عليها شاشة التليفون أو كذا C وين تكون عمودية طالعة من التليفون يعني مثلا جيف الرسم تترثة بعد هذه لو كانت هذه A لو أنت قاعد في غرفة هذا الجدار الذي خلفك وهذه B وين C عمودية عليه لو أنا حولت ودرت مثلا وين A و B حطيت في سقف الغرفة الآن يعني هذه مثلا A تمام وهذه B وين حتكون C حتكون عمودية على A و B لو أنا مثلا خضيت A و B في الجدار اللي على يمينك هذه مثلا A وهذه B بينهم زاوية 30 في كل مرة وين حتكون C حتكون هنا يعني غير إلى الأمام هي تكون عمودية على A و B إن شاء الله تكون هنا يعني واضحة متجهات الوحدة أيضا نقدر نرسموه مع الرسمة هذه بعد ما نوضح المثال بتاع الضرب الاتجاه بالقانون الآخر لاحظوا هنا الظل أنا نقصد به الظل اللي باللون الأبيض يعني لو هذا المتجه A الأرضية وهذا المتجه B وين سيكون C سيكون فوق هن هذا سيكون C يعني هذه الأرضية وهذا كأن عمود واقف على الأرضية نحن قلنا عندنا قانوني ليجد A cross B نقدر نوجد A cross B بالقانون الآخر أيضا حنكتب المحدد وندير هنا I وهنا J المتجهين مرسومات في XY ما نحتاج K حنحق هنا A X وهنا A Y وهنا B X وهنا B Y فإذا هنحسب A X A X هنا ستساوي 6 و A Y ستساوي 0 لأنه قاعد أفقي B X هنا ستساوي B X عبارة B في 30 وال B Y هي هذه عبارة عن B في ساين 30 ونحسب ها طبعا هذه هنقول أو خلينا نكتبها هنا لطة هتكون بهذا الشكل هذه I وهذه J هذه 6 وهذه 0 وال الأخرى هي هنا نص 4 2 وهذه 2 جذر 3 كيف نضرب كأن يضرب مقص بهذا الشكل هتقد فيها هذه 6 مضروبة في 2 سالب منتبه السالب هذه هنوضحها 2 جذر 3 مضروبة في 0 يبدأ هذه تعطيني 12 نفس القيمة المبدري شوية طلعناها ساوي 12 حتى بالقانون الآخر تمام هذه هنقول في اتجاه من في اتجاه الكي هنوضح الكامل الكي اللي هو المهتجه عمودي على I و J لاحظوا هنا 6 في 2 I في J تعطي K و J في I تعطي سالب K يعني هنا عندي قاعدة I cross J تعطي K وهذه هنثبتها توا عد شوية بس نوضح الرسمة تعطي I J و K وين موجودة في الفراغ إذن هذه القاعدة هذه القاعدة الموجودة عندي I cross J J cross K K cross I تعطي الموجب ولو عكس تعطي بالسالب لذلك لما ضربت أنا 6 في 2 6 I في 6 J كتبت موجب لينها تعطي موجب و J في I تعطي سالب نحط سالب هنا ولو كانت هذه قيمة سالب حنحط بين قوسين يبدأ القانون فيه سالب لأن مضروبة هي I J ناقص J I تعطي سالب K سنوضح أنا عن الرسمة ونوضح نشرح ليش طلعت القانون هذا ليش شك لأن مش حفظ هو لاحظوا أن هذا I هو متجه الوحدة في اتجاه محور X وهذا J متجه الوحدة اتجاه محور Y وهذا K فنحن قلنا المتجه ينتج عن ضرب I في J يكون عمودي على الآخر فال I وال J عموديات على بعضهم أنا عندي K وال I عموديات أيضا K وال J عموديات على بعضهم لأن ما نضرب I في J تعطي K عمودي فوق ماشي وبعدين في حاجة أخرى يعني نعطي فوق لما ناخذ اللي هو K في I هتعطي ناقص K وين ناقص K هذه ناقص K لوطة هن هتلاحظوا أنا عندي يعني هذه أمام وخلف هذي مين ويصار هذي فوق ولوطة لأن عندي شن وعندي ثلاث أبعد بايحة نثبتها أنا أن K وI وJ تمام نثبتها باش ما تكون اش حفظ هل لاحظوا هنا لو خضيت I حسب القانون قيمة I في قيمة I ثانية في سين الزاوية بينهما يبين المتجه نفسها سفر وسين السفر فتعميني سفر بالمثل J وK K هنا لو خضيت I ستعطي قيمة I في قيمة J في سين الزاوية بينهما بين J وال I قلنا 90 درجة قلنا 90 درجة هي 90 درجة فحنحط هنا سين تسعين سين تسعين سوي واحد فإذا تعطي واحد باي وين قلنا اتجاه عمودي على I و J معناها وين معناها K فإذا I CRUS J تعطي واحد K وبالمثل J في I وK في I لو قلبتهم نحن قلنا مش هتعطي فوق هتعطي إلى أسفل حسب قاعدة اليد اليمنى اللي هي قاعدة البريمة اللي تونا هنشرحها في حاجة أيضا اللي هو I dot I وأيضا K dot K و J dot J هذه هتعطي واحد عكس تعطي سفر أي اثنين مع بعض K dot J تعطي سفر K dot J تعطي K dot I أيضا ستعطي سفر لنفس السبب لأن هذه هتقعد مش سين هتقعد كوسين تقعد كوسين وكوسين التسعين تساوي واحد لكن كوسين عفوا كوسين تسعين تساوي سفر وكوسين السفر تساوي واحد يبدأ هنحن تعطي واحد لما نضرب ها في نفسها فانتبهوا هالحاجة هذه هذي القانون اللي بيينني ليش حططي سالب سالب لأن بين I والJ هذه الآن هذه I وهذه J لما نضرب I في J 90 لكن لما نضرب J في I هنمشي هكي 360 ناقص ناقص 90 اللي هي 270 و270 سالب هنا سالب واحد سالب فتعطيني بالسالب ففي قانون هنا أو في طريقة تخلي عليها سهل الحفظ نقول I مضروبة في J تعطي من تعطي K لكن لما نمشي أنا بالعكس لما نمشي بالعكس هنا J مضروبة في I هنلقى روحي عكس K فنقول I تعطي ناقص K تمام هنمشي بس أخر حاجة اللي هي قاعدة البريمة هنحاول نوضحها بش تكون فهم هذي قاعدة البريمة لما أنا يعني اللف الكشفيت بالشكل هذة هنلاحظ أنه تنغرس البرغ هذا المسمار ينغرس وهذا مثلا اتجاه A واتجاه B لما نتحرك من A وB لما نمشي العكس الآن لما نمشي العكس هكي يبدأ هذا يدخل فالمتجه اللي هو هنا سنغير لأن هذا مش واضح نغير هذا سيكون مثلا A مضروب في B يعطي من؟ يعطي C في الداخل لكن لما تقعد العكس الآن B مضروبة في A في ينحل المسمار يخرج للخارج عكسها سلب C يعطي وضح هذه قاعدة البريمة تقدر تجربها باليد يدخل لليمين ولا يخرج لليسار مع اتجاه اليد إذن حتى هذه الصورة المسمار بس من غرس في الأرض فلو لفينا من A لل B مفترض أنه ينزل لوطة لو مشينا بالعكس غيرت اللون ومشيت بالعكس هذا مشيت إكي لو أنا مشيت بالعكس مثلا من B لل A شن حيصير حيرقى فوق إذن هذه C عكس C المبدري اللي هي إلى تشرح أرجون يكون واضح بس بنبه كم علي حاجة أن قناة هيثم علي فيها شرح عن طريق استخدام الآلة في ضرب المنتجات حيسهل عليكم الموضوع واجب أنا بعث لك رابط على الجروب ولا نحط ه في الصندوق الوصف نهاية المقطع السوداع لكم الله والسلام عليكم ورحمة الله